موسيقى 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 السلام عليكم السور ان شاء الله هركم لباس نغيرو في طريقة تهي المادلين نعطيكم وصفة اليوم ناجحة بشكل جديد بمول جديد ان شاء الله هنا لأعجبكم وتحضروهم كل كنا نحبوهم خاصة للأدفل مقادير بسيطة نفصل السفر عن البيض نصف كوب زيت نصف كوب سكر ربع كوب حليب عطر الفانيليا عطر الزبدة مقادير مضبوطة نحتفظ بالبيض نخلط سفر البيض نصف كوب سكر سكر حبيبة ملعقة صغيرة محمرها من الفانيليا يمكن السائلة يمكن البودرة نتفادو هذا الحبيبة في هذا الوصفة لا ننسحكم بالخلط الكهربائي فقط الفواء اليدوي ونخلط جيدا حتى يتغير تماماً لون هذا الأصفر يعني يضب السكر ويتغير الخليط للون الأصفر الفاتح هنا تكسر الفوائش نبدله نخلطه جيداً أريق سنفرسة مللت نفس الكسم السكر ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة لا تنسوا الفرن يجب أن تسخنه جيداً في درجة حرارة 190 إلى 200 درجة يعني أقصى درجة يجب أن تضعوا هذا الكبكيك والمادلين في الفرن نقص لنا 170 إلى 180 درجة بعدما خلطنا جيداً ويتغير اللون الخليط للفاتح نضيف الزيت نصف كوب ولكن بالتدريج هذه الكيميات من 12 إلى 15 حبه لحسب الحجم الملت إلا تضعف المقادر وتحصلوا على كمية كبيرة أربعة حبات بيض كوب سكر كوب زيت نصف كوب حليب حطر الفانيليا والمارغرين أو الزبدة كان متوفر مع 10 غرام من خميرة الحلويات نفس الكسم الزيت سحمه مثل الفور مادة حضارة السبوم سنقسم 160-160 ماكسيموم بعدما ضعفت كامل كمية الزيت نضيف عطر الزبدة هكذا ما تبنش كامل نضيف الزيت في هذا الوصفة خاصة نزينهم في الأخير بأي كريمة تحبوها كريمة الشوكولاد الأطفال يحبوا هذا النوع من البريستيج إذا ما تبنش كامل نضيف الزيت بعدما خلطنا هذه المكاولات نضيف ربع كوب حليب يكون بحرارة المطبخ لأنه يستمثل نفصل لنفس الكسم ويفكي كمسيت سكفير جدا وقفل ويضع ويضع نضيف خلطة خفيفة بعدها نضيف الخميرة الحلويات أو مع الفريناء أو الطحين الأبيض مقادر مضبوطة 5 غرام من خميرة الحلويات وكوب يعني عمره حوالي 160 غرام من الفريناء أو الطحين الأبيض لازم تغربلوا هكذا تدخلوا كمية كبيرة من الهواء لهذا الوصفة أو لهذا الخليط كما رحطوا كامل المكونات خلطناهم مع سفر البيض بعدها نكملوا بالبيض نطلعوه جيدا مع ملح نطلعوه ونضيفه بالتدريج لهذا الوصفة يعني هكذا نحافظ على القوام القوام السفر هذا الخليط الأول والخليط الثاني نحتاج لدخلات الكهربائي لك هنا متوفر إذا لم يكن لديكم خلطوه بالفوية اليدوي فقط نطلعوه وقت نطلعوه نطلعوه ونطلعوه ثم نطلعوه ثم نطلعوه ثم نطلعوه ثم نطلعوه ملعقة أو بلا ماريز أو بلا سباتول نطلعوه ولكن فقط بهدوء نحافظ على القوام نطلعوه سر نجاح هذا الوصفة وأبدا يهبط لكم في الفرن لأنه معظم الوصفات على الكبكيك أو الكيكات أو الجينواز كان فيهم أسرار أسرار لازم تتبعوهم وتعلموهم خاصة الوابتدئات هو أنكم تخلطوه كامل خاصة المادلين تكملوه مع الوصفة يعني خليو الخليط يرتاح في الثلاجة مينموم كنز مينوت أو في مينوت يعني قد ما خليته في الثلاجة حتى ثلاثين دقيقة يكون النتيجة مليحة هذا هو ماليمون اللي نخدم بهم يعني نطيب فيهم هذا الكبكيك أو هذا المادلين عندي الكيسة الورقية يعني غلاسي نحطوهم بهذا الطريقة يعني يجيكم الشكل الشكل الرائع يعني مختلف نوعا ما رغم أنه رغم أنه رح نحضر ثلاث حبات من يعني الشكل الكلاسيكي ولكن حتى هذا الشكل يعني مليح وشباب لما شئ متوفرين عندكم طيبوهم في الليمون الخاصة بالمادلين يعني المهم هي الوصفة وطريقة التحذير مساعة مثل الليمون نسخدم مثل الليمون نسخدم هذا هو الخليط بعد مرتاح تستفيد في جدير كنز فامينوت إلا ما تحصلتش على هذا القوامس قير ضفوا ملعقة وملعقة ونسطة الفرينة يمكن الحجم تكون كبير نزين بالكوكا وإفيلة أو أي حنجة لديكم الشوكولات نستعمل هذه الأداة فقط لربح الوقت هي طريقة عملية وسريعة يمكن تعمرهم بالملعقة فقط هذه أخذكم سيكلي بحتيك يعني شكل شباب بشكل مربع مختلف نوعا ما للمدلين للموافين نشوفوهم عندي أي نوعية شوكولات نضيفوها ونضيفوها ونضيفوها في الوسط وعوضوها بالمربع إلا كما تغفرش أو يمكن تستعملوا عليها تماما نغطيو هذا الشوكولات ونضيفوها درجة حرارة الفرن 170-180 درجة لا أكثر لازم تسخنوه مسبقا أنا نزين البعض بالكوكا وإفيلة بعد ما حمصته شوية و الأخيرا نزينهم بالسكر يمكن تخليهم هكذا يمكن تزينهم بأي تزين تفضلوه وتحبوه هذا هما إذا ندخلهم للفرن وتشوفوهم بعد قليل في طبق التقديم هيا النتيجة هيا النتيجة إذن الشكل رائع وصفة روعة جو خفاف وهشاش ننصحكم تجربوهم أكيدا لحين تحبوهم وتعتمدوا الوصفة كما عودكم هي سهلة وسريعة التحذير ونجحة فقط تبعوا المراحل وخليهم في الثلاجة بعد ما نخرجوهم هذا المول زينوهم برشاخ في فتح السكر الناعم وطريقة التقديم الى حبيت هناك كيسات بالألوان قلت لكم الأطفال يحبوا هذا النوع من التزيين حطوهم هكذا بهذا الشكل حاصل في حفلات أعياد الميلاد التقديم مهم جدا قلت لكم حضرت ثلث حبات من الشكل الكلاسيكي شوفوهم يجب خفاف وهشاش وننصحكم نجربو الوصفة إن شاء الله ناجحة 100% اعتمدوها وحضرها لولادكم في هذا العام الدراسي ودخول موفق لكل التلاميذ لا تنسوا لايك والتعليق إذا كان هذا الوصفة أعجبكم وريضاكم أترككم فرعية الله وحفظه في فصفة أخرى فيديو آخر جاكم ديل هذا الخير الآن مفاوحني مفاوحني